موسيقى أحبة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم أجمل تحية وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامج موصليات هذه الحلقة سوف تكون عن رمز آخر من رموز مدينة الموصل شاعر كبير من شعرائها كانت له بصماته الواضحة في المشهد الثقافي العراقي في الموصل في الستينات من القرن الماضي وما بعدها إنه الشاعر سالم الخباز رحمه الله اليوم نقف عنده قليلا لنتعرف عليه ولنذكر به الأجيال الجديدة سالم الخباز كان من الشعراء المتميزين المتنورين المؤمنين بفكرتي الحرية والتقدم والتجديد كتب الشعر العمودي وكتب الشعر الحر فأبدع فيهما أصدر عدة دواوين أصدر ديوانه حقول الصمت وديوانه حداء المواكب وديوانه جراح المدينة وديوانه الفصول لم يكن سالم الخباز شاعرا منزويا بل كان شاعرا ملأ الحياة الثقافية الموصلية بعطائه كتب للمسرح ومن مسرحياته الشعرية المسيح ومما كتبه العراقيون على الطين كتبت عنه الأخت زينة حيدر رسالة ماجستير في كلية الآداب بجامعة الموصل بعنوان سالم الخباز شاعرا كما كتب عنه الأخ الدكتور صالح الجميلي في رسالته للماجستير عن الشعر في الصحافة العراقية منذ مطلع القرن العشرين حتى سنة 1958 والتي قدمها إلى كلية الآداب بجامعة الموصل وقال أن الشاعر الكبير سالم الخباز كان كغيره من الشعراء الموصليين يؤمن بالوطن ويؤمن بالوحدة العربية ويتغنى بحلم الوحدة فهو يستعير أنهار دجلة وبرد والنيل ليرمز إلى الوحدة العربية يقول برد يهمهم موجه متدفقا وخريره قيثارة النبلاء والنيل يهفو كي يلاقي دجلة ليعانق الثوار في الحدباء ولد الشاعر سالم حسين جمعة إسماعيل الحمداني الذي اشتهر بسالم الخباز منذ سنة 1957 ولد سنة 1939 كان هناك ملحن وكاتب معروف اسمه سالم حسين فطلبت منه الإذاعة أن يغير اسمه وهو كان يقدم نفسه بالشاعر سالم حسين فقال أنني الشاعر سالم الخباز وكان ذلك في سنة 1957 ولد سالم الخباز سنة 1939 و39 في عائلة موصلية معروفة في محلة الشيخ أبو العلاء القريبة من محلة السوق الصغير وأكمل الدراسة الابتدائية في المدرسة الحسينية ثم المتوسطة في المتوسطة المركزية ودخل دار المعلمين الابتدائية في المجموعة الثقافية وتخرج معلما سنة 1960 وعينة في الحضر ثم بعد استقلال الجزائر سافر إلى الجزائر منتدبا مع عدد من المدرسين والمعلمين العراقيين مع زوجته سنة 1964 ودرس فيها إلى نهاية سنة 1965 عاد ليعمل في مدارسة كثيرة إلى أن انتهى معلما في مدرسة نينوة الابتدائية للبنين وهي كانت آخر محطاته التربوية ثم بعد ذلك وحيلة على التقاعد كان سالم الخباز ومنذ كان طالبا في دار المعلمين الابتدائية يكتب الشار وقد وجدت له كتابات في مجلة دار المعلمين الابتدائية ونشرتها وظل يتلقى دعوات من المهرجانات الشعرية ومنها مهرجانات المربد التي كانت تقام في بغداد وفي البصرة وقد أصيب بمرض عضال وظل يعاني لمدة سنة ونصف إلى أن توفاه الله في 18 نيسان سنة 2003 أصدر كما قلنا عدة دواوين منها ديوانه جراح المدينة كان ذلك سنة 1963 وأتذكر أنه طبعه في مطبعة الهدف لصاحبها الأستاذ عبد الباصد يونس كما أصدر ديوانه الفصول ثم حقول الصمت ثم حداء المواكب ثم حداء المواكب وأيضا كما قلت له مسرحيات شعرية منها مثلا مسرحيته ثمت أمر ما وقد مثلت هذه المسرحية ومسرحية الفارس المصلوب والآن لديه ولديه الأخ الأستاذ سليك والأستاذ مضر مخطوطات قد كتبها بخط يده تنتظر النشر ومنها مثلا ديوان بعنوان المراثي وأيضا ديوان آخر بعنوان زمن الأشق الأستاذ سالم الخباز رحمه الله شارك في الكثير من المهرجانات الشعرية وخاصة في مهرجانات التي كانت ترافق مهرجانات الربيع في أول مهرجان للربيع في الموصل سنة 1969 ألقى قصيدته التي غنيت فيما بعد وهي قصيدة مغنات بعنوان أم الربيعين في هذه القصيدة الجميلة يقول أم الربيعيني يا أم المهل عيني ويا معالم تاريخ وتدويني ويا منابع فكر راح يشربها بني الخليقة من حين إلى حين من قبل السقراطة والألواح شاهدة تروي الحضارة في كتب من الطين يبلى الزمان ويبلى كل مبتكر إلا عطاؤك يا أم المياميني وأكذا قصيدة طويلة لا يسمح لنا الوقت بأن نتحدث كثيرا عنها من شعره أيضا قصيدة بعنوان استغراق يقول فيها تلوحين بحرا من الخمر بحرا من الحب بحرا من العطر بحرا من الموت وحيا من الله يمتد يجمع كل العوالم في لحظة إنه العشق يلهبني فاستفيقي أفقت رمادي تحول جمرا أميرة عشقي استفقت أفيقي أفقت وعشق كنار وعشق كنار تحبب للروح عشق الجحيم نبية عشقي خديني فإني أغادر جسمي حين أراكي خديني لتغمر روحك روحي خديني فإني قتلت وأنت قريب بعيد وأنت بعيد قريب خديني فأي المطالع أقرب مني إليك وأي المطالع أشرق مني إليك وله قصيدة أخرى بعنوان صلوات الجراح يقول فيها قلت للعاشق المعذبي قل لي من يغني كما أغني وأملي قال لي من قضى ومات شهيدا في هواه فقد توهج مثلي قلت كلا وحق كل شهيد ليس مثلي من كان يعشق قبلي وهكذا تم بالقصيدة في مهرجان أبي تمام الشعر ألقى قصيدة بقصيدة عمودية وألقى قصيدة من الشعر الحر أنستها كخيول الليل زاحفة نحوي لتنزع من دي رعشة عصبا وما برمت وهل يجدي فتا خلدا إلا التجلي على هاماتها خببا ليحتويها ويستصفي مراراتها حلاوة يتسقى مرها طربا كفا انتظارا فقد دانت رقابكم لكل من دين في الدنيا ومن غلها إلى آخر القصيدة ومن قصائده قصيدة بعنوان مجنون تقولين مجنون وأنت عليمة بأن جنوني من هواك دهاني فعيناك لا أدري أسحر طواهما فأسكرتاني قبل ما سقتاني وثورك من نبع الرحيق مذاقه وليس سواهما يبل جناني وله قصيدة أخرى بعنوان عيناك يقول فيها عيناك بحوري شطانه غرقا فكيف انضمن التيار في العمق إن كنت قربي أراك النجد في الأفق أو غبت عن نظري لم أدري ما طرقي لم ألقى عطرا بهذه الأرض ينعشني إلا وجدت شذاه منك في العنق وإلى آخره من هذه القصيدة له قصيدة أيضا بعنوان يابن العراق قال فيها حي العراق فأمره عجب واكتب على الحدقات ما يجب وانشر بكل الأرض راياته فدم الفداء بأرضه سربوا إلى آخره ومن الغريب أنه رثى نفسه وقال قتيل في قصيدته قتيل قبل الموت سفحت دمي من فجر عمري تكرم وجوزيت ظلما بالقطيعة من أهلي وباعدت الأيام بيني وبينهم فما لشتيت من سبيل إلى وصلي وأين أخ الأرحام حتى ألومه ومن يترجى كيما يلوذ به مثلي وكيف يشد الله أرحام أمة وقد قطعت عروق الأرومة والأصل إلى آخر هذه القصيدة رحم الله شاعرنا سالم الخباز وجزاه خيرا على ما قدم لقد كان شاعرا كبيرا يحق للموصل أن تفخر به شكرا لإصغائكم وإلى حلقة أخرى من برنامج موصليات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة